على كرسيه المتحرك ينظر الحاج حسين كيف هو وطنه الصغير إلى الأرض منزله واحد من بيوت في حي المخابرات بمنطقة الدورة هدمت بذريعة المخالفات القانونية يتحدث لنا بأنه يسكن فيها منذ التسعينيات ويبين موقفها القانوني بالتسعينات احنا وانا أبي وعده مرضى وانا مريض وعدكم أوراق؟ أوراق سنة قاعد بيت فلشو وانا قاعدين بي يعني شون هاي تصيح الشبح الأصفر الذي هاجم بيت الحاج حسين لم يقف عنده فأهل المنطقة يتعرضون لمساومات وابتزاز من جهات تدعي أنها حكومية لعدم الهدم كما يقولون وبخلافها فمصيرهم كالحاج حسين وهذا ما جعلهم يناشدون عندنا سند وطاب وخمسة وعشرين يوميا جايتنا أمانة الدورة بيسومون لو تطلون مالاتنا لو ماكوا يا بشاكوا صارت هوت النوب بعدين طلعنا جاء الشفر قال يا برح نفلشكم والناشد رئيس الوزراء المحترم والناشد الدولة المحترمة توقف هاي الناس الفقرة اللي قاعد يفرشون ببيوتها وبعنينهم من سنة التسعين عدتهم وبوها سند رسمي وعلى ما يبدو فأن المساومات والابتزاز بدت تتزايد في الكثير من مناطق العاصمة تزايدها يعود لعدم حسم مصير الأراضي والمنازل ذات الهوية الزراعية وهذا ما يفتح الباب أمام تلك الممارسات في قبل ضعف دور الجهات المعنية لإنهائها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر